لمطش السوبر كان مفترض أنه يكون فيه مطش الأسبوع ده تم تأجيله وده جي يمكن يعني في أعتقد أنه الزمالك كان عنده مطش كمان في الكونفدرالية تم الاتحاد الأفريقي أعتقد مع فريق غيني تم إلغاءه في صور الغيني بالضبط كده وتم إلغاء المباراة لأنه الفريق التانية مع كانش يعني في مشكلة حصلت مع فريق صور الغيني وبالتالي الاتحاد الأفريقي قبل غندي الزمالك أنه هيتم إلغاء المباراة بتاعته في الكونفدرالي فبالتالي الفرقتين عندهم الاسبوع بشكل كامل للتحضير والاستعدادات ميسر مارسل كولر استغل الفترة دي انه يدي لعيبة الاهلي راحة 48 ساعة من التدريبات قبل ما يرجع مرة تانية يستعد لمواجهة نادي الزمالك في مطشن هائي الكاس كلام ده الحقيقة من بعد مباراة يعني تحسبهم او بدايتهم كانت من بعد مباراة يانج افريكنز مباشرة مفترض انه الرحلة بتاعت الاهلي ان شاء الله هيبقى في بكرة تمرينة وهيكون في تجمع يوم الاربع الصبح في مطار القاهرة السفر هيكون يعني في وقت مبكر وبعد كده في نفس اليوم نفس يوم الوصول الاهلي هيتمرن ان شاء الله بإذن الله في السعودية هيكون اول تمرينة الساعة سبعة مساء تمرينة اربعة تمرينة خميس ثم المباراة هتكون يوم الجمعة ان شاء الله